مرحبا عزيزي متابعي قناة أبليين بعين عربية الفيديو مالت اليوم هو كيفية استرجاع حساب تليجرام بعد النسيان رمز المصادقة الثنائية هذا الفيديو سويت لكثير ناس كلولي عليه فحاولت أنه أوجد الكومية أتمنى تستفادون من عنده وفي نقل ما لازم تشاهدون الفيديو للنهاية حتى تعرفون الطريقة الصحيحة لاسترجاع الحساب خلوني أشرح لكم كيف رح نرجع الحساب أول شيء أنا سويت قبل يومين أو أنا عملت قبل يومين حساب ثاني على حسابي التليجرام فيعني هسا عندي حسابين داخل الهاتف فأدخل على التليجرام هذا أول حساب وهذا الحساب الثاني وأقدر أضيف ثلاث حسابات تقدر على هاتف واحد تليجرام بس كل واحد باسم وأيضا الحساب نفسه تقدر تشغله على أكثر من هاتف وهذه ميزة يفتقدها الواتساب أنه الواتساب إذا فتحت بواحد تغلق بواحد فتحب تغير من حساب إلى حساب فقط تكبس على هذا إجا الحساب الثاني أرجع هنا حساب اللي أريد أحذفه في طريقة أول شي لو أنت ناسي رمز المصادقة الثنائية لقيت لكم طريقة تقدر ترجع هذا الرمز ضروري ضروري ترجع لأنه إذا حذفت هذا الحساب الحساب بعد ما يرجع إلا بالرمز المصادقة الثنائية كيف رح ترجع أول شي رح تدخل على الخصوصية والأمان رح هنا التحقيق بخطوتين رح يقول لك أدخل كلمة المرور أنا رح أدخل كلمة مرور خاطئة كلمة المرور خطأ فهنا أكبس على التالي رح يقول لي كلمة المرور غير صالحة الطريقة اللي تقدر ترجع بس حسابك يكون مفتوح أنه تكبس على نسية كلمة المرور رح يظهر عندك رح يقول لك ما دام حسابك مفتوح فما رح نقدر نعيد لك إعادة تعيين كلمة المرور إلا بعد سبع أيام سبع أيام تقدر تعيد كلمة المرور فهذا الشيء اللي تقدر تحصلها لكن من أني عملت إعادة تعيين كبست عليها رح يسمح لي أنه أعيدها حاليا فهيسا رح تشاهدون قدامكم شلون سمح لي أنه أعيدها حاليا فأني لازم يعني اللي يحتاجها ضروري فظهر لي هذه اللوحة اللي تسمح لي الآن أنه أعيد كلمة المرور رمز المصادقة الثنائية بس أنا لأنه مثل ما قلت لكم محاطط إيميل فاللي مثل ماذا تشاهدون أقدر ألغيها بس يمكنك إعادة تعيين بعد سبع أيام وتقدر ما تلغيها فأني رح ألغيها ولأنني أعرفها الكلمة وأني ما أريد أخليها فهسا أنا لغيتها كتب لي أنه إذا لغيتها فراح أطول سبع أيام إذا طلبتها مرة ثانية فدائما تقدرون بنفس اليوم تعيدوها إعادة رمز المصادقة الثنائية يوصلكم هذا الحبيت أشوفكم إياه هسا لو كبست على نعم أنا ما أريد فراح تظهر لي هذه الشاشة اللي قدامكم لأنه أنت كثير من المرات هنا لأنه كثير من المرات أنت قدمت طلب و لغيتها فقدامك إلا ست أيام إذا طلبتها مرتلخ هذا هو تليجرام فتقدرون تعيدوها الكلمة المرور يعني بنفس اليوم وتقدرون تنتظرون سبعة أيام شرط الهاتف فالتكم قصدي اللي حساب ما للتليجرام يكون مفتوح أتمنى استفاديتوا لتنسوا ندعمكم اللي باشتراكوا لايك وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أي مشكلة كتبوها بالرسائل أنا حاضر شكرا للجميع مع ألف سلامة شكرا للجميع